كانوا يحاولون إخمادها في العراق ولبنان فإذا بها تنتقل إلى عقر دارهم تظاهرات غاضبة تخرج في العديد من المحافظات الإيرانية احتجاجا على ترد الأوضاع في البلاد والتدخلات التي يقوم بها نظام طهران في شؤون الدول الأخرى بالمنطقة شرارة الاحتجاجات كانت بإعلان الحكومة المفاجئ عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود ورفع أسعار البنزين بنسبة تصاعدية تبدأ من 50% وتصل إلى 300% ما دفع العديد من الإيرانيين للنزول إلى الشوارع في مدن مشهد وبرجند والأحواز وعبادان وخرم شهر ومه شهر وشيراز وبندر عباس وغيرها من المدن التي انضمت تباعا للاحتجاجات وتداولت مواقع التواصل مقاطع فيديو وصورا للاحتجاجات التي قتل فيها أكثر من متظاهر على يد عناصر الأمن منهم واحد في مدينة سيرجان وسط البلاد عندما هاجم محتجون غاضبون مستودعا للوقود وحاولوا إحراقه قبل أن تتدخل الشرطة لمنعهم باستخدام الرصاص التدور الاقتصادي دفع النظام إلى فرض مزيد من الضرائب وبع سندات وخصخصة الشركات المملوكة للدولة على وفق ما أعلنه المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان أسد الله عباسي بينما توجد العديد من الشركات والمؤسسات المرتبطة بمكتب المرشد الإيراني أو الحرس الثوري لم تتأثر معاملاتها المالية ولها ميزانياتها السرية لدعم وكلاء إيران في المنطقة والتي لا تدخل ضمن الميزانية الرسمية عدونا يوجد هنا هكذا هتف الإيرانيون في إشارة إلى عمليات القمع التي تمارسها أذرع النظام الأمنية والتدهور الاقتصادي الناجم عن فساد المسؤولين وسياسات التدخل الخارجية حيث تدفع إيران لقادة ميليشياتها في العراق ولبنان وسوريا واليمن وفي مناطق أخرى من المنطقة والعالم مئات ملايين الدولارات في حين يعاني الإيرانيون في الداخل فضلا عن العقوبات الأمريكية الخانقة التي أعدت واشنطن فرضها بسبب السلوك العدائي لإيران ودورها التخريبي في المنطقة نشطاء إيرانيون تحدثوا عن تحول في نظرة الشعب الإيراني مشيرين إلى أن النظام بات يخشى اليوم غضبة الجماهير بعد أن ظل الشعب عقودا يخشى هذا النظام أيام عصيبة تنتظر النظام الإيراني نتيجة سنين من السياسات العدائية ومحاولة التمدد على حساب جيرانه العرب لا سيما في العراق قبل أن ترتد أحجاره التي يرميها على هذه البلاد إلى بيته الزجاجي الذي بناه على جماجم الأبرياء بانتظار أن يتداعى على رؤوس ساكنه ترجمة نانسي قنقر